هنروح لكرة أسلة رجال يمكن إذا ما حضركم عارفين دور السوبر خلاص أو التمانية الكبار هينطلق يوم الجمعة اللي جاية للأسف يعني الفريق خسر جهود مروان سرحان لعب مركز أربعة نضم الفريق السنة دي قادما من سموحة الحمد لله صباح مش جامدة ولكن فترة جاء على الأقل افتقدنا جهوده عنده شرخ في الصباح أول مباراة لين مع سبورتينج يوم الجمعة القادم خلاص هنلعب ثمان فرق سبع مباراة رايح جاي سبع في خارج ملعبنا وبعد كده هنرترتب من واحد لتمانية نبتدي بعد كده الأدوار الإقصائية الأول اللعب التامن الثاني لعب السابع الثالث لعب السادس الرابع لعب الخامس وبعد كده هنلعب بيستوف سريف في الحالة الأولى وبعد كده هنلعب بيستوف فايف سواء قبل نهاية أو نهاية الحقيقة كل التوفيق لفريقنا وطبعا مش محتاج أفكر حضراتكم انتم تذكرين معايا كويس فوزنا بطولة القاهرة السنة في مطلع الموسم مرورا بطولة البطولة العربية وده كان اللقب الأول لنا في التاريخ دخلنا بعد كده على بطولة الدور المرتبط فوزنا بي أيضا الحمد لله تارت بطولات ثلاثة من ثلاثة العلامة الكاملة نتمنى إن شاء الله تكمل علينا بالفوز كمان في بطولة السوبر وأيضا كأس مصر وفرقتنا تستطيع الحمد لله عندنا سكواد عندنا جهاز فني محترم الحقيقة برضو يعني أخرج برة شواء عن السكريبت يمكن كان مستر أجوستي أنا قابلته أول مبارح وكان بيحضر بالمناسبة مباراة كرة تسل فريق 14 سنة في النادي الأهل يعني حتى هو بعد ما خلص تمرينه في فريق الأول جاء على الصالة الزغارة صالة الشهداء اتفرج على المباراة اتفرج على الجزء منها يعني الحقيقة الراجل حتى متابعا كثب قطاع الناشئين طبعا بالتنصيق الكبير ما بينه وبين كابتن سيد صابر رئيس قطاع الناشئين والأشياءات بيحاول طبعا يكون في تنصيق عالي سواء مع اللعيبة هنا أو اللعيبة هنا أو اللعيبة هنا أو اللعيبة هنا فالحقيقة زي ما أقول لكم أنه بقى تحس أن كرة السلة في النادي الأهلي فيه حالة من الرضا عند جمهور النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر